إذن أكبر سفينة دعم لوجستي تابعة للجيش والبحرية الإيرانية غرقت في مياه الخليج العربي بعد أن التهمتها أن إيران وصد ظروف غامضة في أحدث كارثة بحرية إيرانية سفينة خارج تعد ثالثة أكبر سفينة حربية تفقدها إيران في السنوات الخمس الماضية دون خوض أي معركة إذن لنتعرف على السفينة التي تقول إيران إنها كانت تعد ثاني أكبر سفينة في الشرق الأوسط سفينة خارج كانت عبارة عن سفينة إمداد ودعم بحرية تزن 33 ألف طن تابعة للبحرية الإيرانية تم بناؤها في عام 1977 في بريطانيا من قبل مصنع سوان هونتر البحري وفقاً لطلب النظام الإيراني السابق كما كان لسفينة خارج شقيقتان أخريان ولكن لم يتم صنعهما بسبب اندلاع الثورة ومع اندلاع الثورة امتنعت بريطانيا عن تسليم السفينة خارج لإيران ولكن نتيجة لإصرار إيران تم تسليمها في عام 1984 أي أثناء الحرب العراقية الإيرانية وتزامناً مع انطلاق حرب الناقلات في الخليج كانت هذه السفينة حينها أكبر سفينة عملية عسكرية تمتلكها إيران قبل دخول سفينة ماكران الخدمة وكانت قادرة على استقبال ثلاث طائرات مروحية عسكرية على متن السفينة أربعة مدافع وأربعة رشاشات من عيار 12.7 مليمتراً كما يبلغ طولها مائتين وسبعة أمتار وسرعتها نحو أربعين كيلو متراً في الساعة تم تغيير الكثير من معدات خارج وتصليحها من قبل مهندسين إيرانيين في السنوات الأخيرة وتم تحديثها وإضافة أسلحة مختلفة من ضمنها مضادات جوية تم تركيبها في مقدمة السفينة سلطت ضوء على هذه السفينة لأول مرة في وسائل الإعلام في عام 2011 عندما دخلت قناة السويس برفقة سفينة آلوند الإيرانية وتوجهتها إلى سوريا للمشاركة في مناورة بحرية مشتركة وتقول إيران السفينة انفجرت بسبب عطل فني في مرجلها واشتعلت فيها النيران وعلى الرغم من بذل أكثر من 20 ساعة من الجهد فقد غرقت السفينة في المياه الضحلة في حادثة تضاف إلى سلسلة من الأحداث الغامضة التي استهدفت سفنا إيرانية وإسرائيلية